السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معايا في نونة هند ميد يارب تكونوا بخير ان شاء الله جايلكم بفيديو جديد وخفيف كالمعتاد من فيديوهات الكروشيه هنحتاج طبعا في شغلنا زي ما احنا عارفين الخيوط حسب المتوفر عندك والابرة المناسبة للخيط ومقص وطبعا ابرة التنظيف وهنحتاج لعلامة الغرز وهنحتاج للمزورة علشان ناخد المقاسات بتاعتنا قبل ما نتعرف على شغلنا اتمنى نشترك في القناة ونفعل مفتاح الجرس بعد ما تخدي جولة في القناة وتشوفي المحتوى باذن الله ينال على اعجابكم انا هشتغل بخيوط هيمالايا طبعا انا من عشاق خيوط هيمالايا صيفي وشتوي بجد خيط خفيف وناعم ونتيجته دايما ممتازة ايا كانت نوعه او ايا كان نوع الفتلة يعني او شكل الفتلة الخيط اللي انا هشتغل به هيمالايا افريدي سوبر لوكس طبعا هو الشلة بتكون 100 جرام الامطار 250 متر اختاري اللون والشكل اللي ينسبك وابتدي بيه شغلك انا هعمل معاكم النهاردة الاسكارف دوت طبعا لسه هنكمل شغلنا عليه بس ده انا بدأت الجزء دوت على اساس وقت الفيديو وهنبتديه في نموذج مصغر ونكمل شغلنا على النموذج دوت الاسكارف سهل خالص وبسيط كل اللي احنا محتاجينه تكون يعرفة البداية والسلسلة وغرزة الحشو لو عرفت غرزة الحشو تقدري تعملي المشروع بمنتهى البساطة بمعنى اوضح لو انت مبتدئة هتنفذي معايا المشروع انا اشتغلت هنا بالابرة مقاس اربعة ونص شايفاها مناسبة جدا للخيوط بتاعتي ابرة خمسة ممكن تنفع بس انا اشتغلت باربعة ونص وشايفاها كويس انا هبتدي معاكم النموذج باللون دوت تمام انا مش هعتمد على عدد معين او مضاعفات لعدد معين من الغرز اي عدد على حسب المقاس بتاعك يعني هتعملي غرزة غرز سلاسل انا هعمل السكارف مقفول المقاس بتاع السكارف دوت اصل السلسلة كان حوالي سبعين سنتي قبل ما تتقفل وتكون بشكل دائري زي ما انتوا شايفين يعني الاصل كانت سبعين سنتي عدد الغرز مش مقياسة عندي خالص انا محتاجة اعمل غرز عشان اعمل النموذج دوت طبعا هو سكارف نساي او حريمي مقاس كبير او بناتي كبير مش اطفال يعني تقدر يتحدد المقاس برحتك على حسب دوران اللي هو منطقة الرقبة يعني طبعا بتكون فتفاضة مش بالزبط انا عملته حوالي سبعين سنتي بالمزورة انا هعمل نموذج مصغر هناخد في البداية نعمل غرزة البداية بتاعتنا بالشكل ده ناخد دايرة ونجيب كده للخيط بتاعنا ونعمل البداية تمام دي غرزة البداية وزي ما احنا شرحنا في الفيديوهات الاساسيات بتاعة الغرز اوسعها بس شوية البداية لها اكتر من طريقة ولها اكتر من شكل والنهاية واحدة يعني مش مشكلة هنعمل غرز سلاسل مش مرتبطين بعدد هنعمل عدد اي عدد غرزة سلسلة بالشكل ده ما نحاولش الغرز تكون مجدودة عادة في الكروشي كل ما كانت الغرز مرتاحة انا مش هقول راخية قوي لكن هتكون مرتاحة بحيث وانتي بترتفعي بالاسطور ما تحسيش بيه ان شغلك مش مزبوط او فيه احيانا بيجينا تعليقات زي كده ليه الشغل بحس ان هو بيديق معايا انا هكتفي بالعدد ده لا هنطوله شوية عشان يبان شكل الغرزة انا مش مرتبطة بعدد زي ما قلت لكم اهو ده السلسلة هنفرد كده الغرز بتاعتنا تمام وهروح ليه الطرف التاني بعد طبعا ما بتعملي السلسلة بتاخدي الطول المناسب ليكي انا هشتغل النموذج ده بس كبداية تمام وهعمل غرزة منزلقة في الطرف التاني كل الخيوط دي بنضافها في الآخر هرتفع سلسلة واحدة اللي هو ارتفاع غرزة الحشو وشغلي كله بغرزة الحشو بس خلونا نشوف هنعملها ازاي مع بعض وهدخل في السلاسل بتاعت دي واعمل غرزة حشو شايفين انا قد ايه مريحة الغرز مش عايزها مشدودة علشان ما تتعبنيش في الأسطر اللي بعد كده وبعدين في السلسلة اللي بعدها هدخل واسحب الخيط واعمل حشو والسلسلة برضو اللي بعدها هدخل واطلع واعمل حشو وفي اللي بعدها نفس الكلام كل السلاسل اللي بتقابلني دي هدخل فيها واعمل غرز حشو هتمنى يكون الشغل واضح اهو غرزة الحشو برضو من الاساسيات موجودة في قوائم التشغيل على القناة دي غرزة الحشو لنهاية الدور بنعمل غرز حشو في كل غرز السلاسل اللي بتقابلنا زي ما احنا شايفين انا عملت في كل الغرز غرز حشو وصلت لنهاية الدايرة بتاعتي ودلوقتي هروح لأول غرزة حشو انا بدأت بيها وهقفل بغرزة منزلقة هسحب الخيط واقفل بغرزة منزلقة كده انا عملت اول سطر من غرز الحشو هرتفع غرزة سلسلة واحدة بس تمام وبعدين هبتدي اشتغل غرز حشو فوق كل الغرز اللي بتقابلني بس انا عادة بنشتغل في غرزة الحشو هنا تحت ضلعين اللي هما اعلى الغرزة من فوق دول تحت الضلعين دول وبنشتغل ده شغلنا دايما بيكون في الجزء ده المرة دي انا مش هشتغل الحشو من هنا انا هشتغلها جوه الغرزة نفسها يعني كده شايفين دي غرزة الحشو هي دي الغرزة بالضبط دي اول غرزة معايا اهي انا هدخل جوه الغرزة مش هدخل تحت الضلعين من فوق هدخل جوه الغرزة نفسها هنا الغرزة اللي بعدها هدخل هنا جوه الغرزة نفسها خلينا نشوف مع بعض بالشكل ده دي اول غرزة بتقابلني مفروض ان انا كنت هدخل تحت الضلعين دول لا انا هدخل جوه الغرزة كده واسحب واعمل حشو. بالشكل ده. تمام? طيب. المفروض بعد كده الشغل بيكون فوق هنا تحت الضلعين دول. انا زي ما قلت لكم هنشتغل جوه الغرزة دي. جوه الغرزة. جواها. يعني هدخل كده واعدي من ناحية اللي وراه. تمام? كده. واسحب واعمل حشو. هلف كده. اروح عند الغرزة دي. مش هدخل تحت الضلعين يا جماعة. انا بدخل جوه هنا. برضو هي حشو. لكن هتغير شكلها جدا. خلي شكلها حلوة جدا بصراحة. اهو. هندخل هنا. بالشكل ده. ونسحب. اهو. هندخل هنا. مش تحت الضلعين. هندخل في الغرزة نفسها من جوه. كده. تمام? شغل كله هيكون في الجزء ده. شايفين? هيكون الشغل كده. ندخل هنا. مش تحت الضلعين. اروح للي بعدها وندخل جوه الغرزة. لنهاية السطر بنلف وبندخل بنفس الطريقة. وصلت لنهاية الدور وزي ما اتفقنا عملنا داخل كل غرزة غرزة حشو بنفس الشكل ده. دلوقتي هنقفل في غرزة الحشو اللي احنا بدأنا بيها. اول غرزة. اول غرزة. بس عشان نخلي شكل القفلة بتاعتنا دايما النعمة وشكلها كويس. هنروح كده لرأس الغرزة من فوق. اهو. وهنسحب السلسلة اللي احنا وقفنا بيها. الغرزة اللي احنا انتهينا عنها. ونقفل بالشكل ده كده. بالشكل ده نكون قفلنا اول سطر معنا. وبعدين هنرتفع عادي بالسلسلة بتاعتنا. نرتفع بالسلسلة بتاعتنا. ونبتدي نشتغل زي ما كنا ماشيين. اول غرزة معنا اهي. اللي هي دي. مفروض ان انا هدخل هنا. طبعا ده في العادي. لكن انا مش هدخل في تحت الضلعين يعني اقصد. احنا بندخل جوه الحشو نفسه. جوه الحشو نفسه. تمام? جوه غرزة الحشو من هنا كده وندخل. بالشكل ده. هنا. اه انا دلوقتي هدخل كده جوه غرزة الحشو. بتاعتي اهي. واعمل برضو غرزة حشو. ولو حسى نفسك هتطلق بطي هتروح معلمة اول غرزة اللي انت بتقفلي عندها بالشكل ده كده. تمام? اهو. واروح للي بعدها بنفس التسلسل واعمل حشو ما نشدش ايدينا في الغرزة دي علشان الدنيا ما تكونش صعبة علينا. تمام? من هنا كده حشو. كل شغلي جوه الغرزة نفسها. يا جماعة مش تحت الضلعين. هاستمر طبعا لنهاية الدور. اهو. كده. بالشكل ده. شايفين شكل الغرزة? وصلت الاخر السطر واشيل علامة الغرز بتاعتي. واروح علشان اقفل السطر بتاعي. زي ما اتفقنا احنا بنروح كده عن من ورا كده من من الظهر. ونروح تحت الضلعين بتوع اول غرزة حشو. ونسحب السلسلة اللي احنا واقفين بها او الغرزة الحشو اللي احنا واقفين بها. بالشكل ده كده. تمام? وهنكون كده قفلنا الغرزة. وبنفس الطريقة بنستمر بنرتفع غرزة سلسلة واحدة اللي هي ارتفاع غرزة الحشو. وبنروح داخل الغرزة الاولى بتاعتنا ونسحب ونعمل غرزة حشو. وبنعلمها بعلامة الغرز لو بتطلق بطي طبعا. ونروح للي بعدها وبنفس الطريقة كل شغل هيكون بغرزة الحشو. في نقطة حابة اوضحها بس انا نفستها هنا في الاسكارف ده. هقولها لكم برضو هنا. دلوقتي انا اول ما عملت السلسلة بتاعتي وقفلت بغرزة منزلقة ارتفعت وعملت سطر من غرز الحشو. لكن كملت شغلي من غير ما ارتفع بعد كده بغرزة حشو. يعني انا مع بداية كل سطر كنت بشتغل وبعدين مش بأفل بمنزلقة. ما كنتش بأفل بمنزلقة. طيب انا كنت بعمل ايه? دي اخر غرزة معايا في السطر لو افترضنا ان هو ده السطر بتاعي. تمام? ما كنتش بأفل بمنزلقة. كنت بشتغل بشكل دائري علشان ما كنتش حبة ان يبقى فيه قفلة بين معايا في الاسكارف. طبعا هي مش مضرة ومش شكلها وحش بس انا كنت احبة انها آآ ما تبنش معاية. فهنا انا بعمل في الشكل الفلسكارف دوت ما كنتش بقفل بمنزلقة لكن حبيت اوضحها هنا للي شغال بالشكل ده تمام؟ كنت بروح على طول من غير مقفل واروح جوه الغرزة بتاعتي كده واشتغل غرزة الحشو عادي خالص من غير ما اقفل بمنزلقة وبستمر بشكل دائري بس بحدد اول غرزة اللي انا وقفة عندها او اللي انا ببتدي بيها علشان ما اتلقبطش في عدد الغرز بتاعي وبستمر لغاية الاخر ما وصل برضو للارتفاع بتاعي داخل كل غرز الحشو بالشكل اللي ده انا بشتغل وبيديني طبعا نتيجة حلوة جدا زي ما احنا شايفين ده شكل الغرزة شايفين قدي ايه شكلها حلو ده شكل الغرزة معانا اهو بالشكل ده لا ده ده البداية كده اهو شايفين شكل الغرز طالع بشكل حلو جدا تمام عملت ارتفاع حوالي 17 سنتي بالمزورة لو قسناها بالمزورة الارتفاع حوالي 17 سنتي 17 سنتي ارتفاع والدوران كان 70 سنتي زي ما قلتلكم دلوقتي اخر نقطة هعملها في السكارف بتاعي انه انا هاجي كده واعمل جزء من غرز الحشو طبعا علشان وقت الفيديو غرز الحشو زي ما احنا متفقين سهلة ووضحة عملت عدد من السلاسل هنقول لكم برضو العرض حوالي 6 سنتي العرض ده حوالي 6 سنتي والطول حوالي 15 سنتي تمام وبعدين هسيب كده جزء طويل معايا من الخيط انا ركبت فيها الزرار في النص كده ده مجرد شكل مش اكتر يعني هو شكل بس للجزء بتاع السكارف اللي هنا ده تمام وبعدين هروح كده وبعدين اجي لو جينا مسلا ليه البداية بتاعتي واروح اطبق كده من هنا تمام بالشكل ده واقفل عليها بغرزة الحشو بغرزة منزلكة او هتكون غرزة عادية خالص خياطة عادية من هنا هنقفل هنا هنوصل الطرفين ببعض بابرة التنظيف عادي ليه الخياطة العادية هنلمها كده بس مع بعضها هنجمع بس الطرفين كده زي ما احنا شايفين مع بعض بابرة التنظيف لا محتاجة طبعا منزلكة بقى ولا ابرة كروشي ولا اي حاجة انا مجرد بجيب الطرفين كده البعض بس نحاول نخليهم كده بشكل كويس بشكل نظيف يعني ونوصل كل غرزة بالغرزة المقابلة لي بنفس الخيط اهو انا مقصدش الخيط اصلا من الجزء بتاع غرزة الحشو اللي هو الجزء الصغير ده خلاص انا قفلتها كده من جوا زي ما احنا شايفين بابرة التنظيف عادي وده شكلها من قدام هيكون بالشكل ده تتلابس بالشكل ده الغرزة حلوة جدا 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 اهو يعني خلي الجزء ده كده اللي التحت قدي ايه شكلها حلو وشيك جدا ان شاء الله تعجبكم وتنفزوها بشكركم جدا للمتابعة ما تنسونيش من صالح دعاكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو تقولولي رأيكم في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر